كانت فكرة الفيديو مختلفة خالص وكان يوم ماشي طبيعي جدا 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 دخلت مع بيوت عادي جدا زي ما بدخل كل يوم ولقيت ان في حفلة في بيت 14 فدخلت البيت ولقيت قلت ايه ده في ايه وانا دخلت جهنم وقلي وبعد كده طلعت وبعد كده دخلت تاني افتكرت ان انا شفت فلوس قبل ما اطلع فسرقت شوية فلوس وبعد كده طلعت يعني عادي جدا تمام المهم انا كنت ماشي طبيعي جدا 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 ما كملت يعني كنت راحة اعمل فكرة الفيديو ما كنت دخل عشانها المهم لقيت الولاد العراقي ده عبودي العراقي وكان وحدي يعني كان وحيد قلت له تيبي زوجة يعني انا اخطب لك انا اخطاب على الفكرة هنقلك واحدة من دول ما انت وحدك هنقلك واحدة قال لي لا قلت له خلاص والله انك كافو تمام بعد كده خلاص انا بعيد المهم هو رح قال لي مشاكلك لا البنت الصغيرة دي هي لقيتلي يعني مهم يا جماعة الجماعة العراقيين ترجموا لي هو كان قصده اي مهم الولد ده قال لي بنت قلت له هلا انا بقى قلت ايه لازم اوريله يعني اسكن المحاقق كده يمكن يعرفوني منه عشان انا نريد بتعرفني اسكن المحاقق بتاعي المهم اني عملت الاسكن ده محدش خاف ولا حصل له اي حاجة والهو قال لي يعني تبيت تصيري صديقتي وتقول لا ماء صاحب اولاد وبعد كده يعني اللي هو محسش بقى اي حاجة فاهمين اللي هو يا جماعة انا عملت الاسكن ده عشان تخاف ومعرفتوش ان اسكن ده لو يعني يعني طيب زوجتي يعني مش فاهمة مش خاف طب من الاسكن مش خاف تتفضح يعني معروفة الاسكن ده اسكن الفضايا المهم انا سكبت شاركة لو تقول له اوكي طبعا قلنا هنشوف بقى هيعمل ايه المهم رجعت الاسكني التاني اللي هو اللي انا كنت لابساه ويجمعت الخير هو شلني انا كده كابب يعني اكتشفت اللي هو يعني الاسكن تحسوه كده منحرف شاية فاني قلت فلس اغيره وبالفعل غيرت الاسكن البس برضو بتاع محاكك مرة تانية تمام تمام احنا كده يا جماعة الخير في السليم لحد دلوقتي ما نعرفش هو هيعمل ايه اللي هو اصلا يعني مين اصلا ده تمام تمام هو اصلا لحد دلوقتي ما يعرفنيش يعني المشكلة فحابب اقولك لو بشوف الفيديو ده انت يعني هتعرفوا في الآخر تمام المهم يا جماعة اني بعد كده دخلت واعدت على الكنبة والصراحة عايز اتحكم عشان اشوف التلفزيون بس هو ما دي نشت تحكم المهم يعني هو ساكت قاعد كده طب وبعدين ايه الصمت ده عايز ايه قالي تعالي انا قطت له تحكم يعني انا عايز اتحكم مش عايز اتحاجة من قشك ده تمام المهم قال لي ايه اطلعي فوق يلا لا 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 مش هو قال لي بقولك شي ايه تمام قطت له تحكم بدي نتحكم مش شكله ده نتحكم اوكي اه قال لي قطت له ايه يعني عايز ايه قال لي بقولك شي والشي ده مفعش يتقل وانا تحتي يعني دازم يتقل في فوق يعني وانا مش فاهمة المهم انا برضو قعدت هنا بصراحة بتجذبني القريكة يعني مش عارفة ليه حسنين مكسحة المهم قال لي لا تزعلين انا بتزعل بقى انا بتزعل تخضوا عايز دلوقتي المهم بطلع اللافتة دي فمعنى كده اللي هو ايه جماعة جماعة ببصوا انتو انتو يعني انا اصطدمت من المنزل اللي هو كذبه فيعني بجد ايه بجد ايه ده ايه ده بجد استغفر الله ايه ده اعوزوا بالله منه ايه ده ايه ده ايه جماعة ده هو عادي كده يعني عادي بقت فربلوكس حاجة عداية كلمة يعني ولا مش فاهمة ايه ده عادي كده المهم انا دخلت القوضة تمام بس انا بس اشوف بس هيحصل ايه المهم قلتلو ايه قلتلو نام نام اترزع نوم الظالم بقى كان قلتش عباشان هي بضعة يعني المهم انا لما قلت نام بص يا جماعة خير ركزها بس في الشات المتابعة قارت وش اتصدمت يعاني يعني هي مش مصدقة اصلا المهم ان هي قارت وش تمام انا قلتلو نوم الظالم راحة للبعض تمام هو مش فاهم بقى انا بقول لي مش فاهم ايه اللي انا بعمله ده قلتلو يا قليل الادب ده ربك يشوفك يا منحارب يا مش عارف ايه تمام خلنيش كمالتي يعني كنت عايز اكتمل اللي هو حرام بس الروبلوكس الكلبة مش بتخلي كلمة حرام تطلع في الشات مش عارفة ليه تمام قلتلو حرام طرع بس طلع التاء المهم يعني جماعة خير انه الولد طلع من الماب وانه يعني طلع خاف ما عارفش بس زيان هو لما عارف اللي انا يعني المهم يا جماعة انا ساني عاجز عايز مش عارفة عاملين اوضح لكم طيب ولا اكيد انتم بهمين يعني المهم يعني جماعة خير ده كان في النهاردة للأسف يعني انا بس صراحة مكن شايدا نزلو بس انتم هتشوفوه دلوقتي يعني انتم هتشوفوا فيديو ده انا هكون مش موجودة اصلا يعني مش هكون موجودة اصلا مش هكون عندي وانا الفيديوهات دي عملتها مرة واحدة عشان دلوقتي لو انتم شووا فيديونا هانا هبقى في البحرة فانتم مش هتشوفوني يعني المهم يعني جماعة خير ان انا صدامت صداد متعومري في الفيديو ده بجد يعني يعني لساني عاجز عن الكلام عارفين يعني انا لساني انا ومتابعين المتابعين اتخضوا نفسهم المهم يعني جماعة خير ده كان من النهاردة لو عاجبكم اضعوا لايك اشتركوا يعني بس كده كماعة خير يعني يالله سلام